مختارين من كل مدرسة اتنين من فريق التمثيل معسكر في اسكندرية على حساب وزارة البيئة والتعليم نومة مزعجة في مدرسة على السراير زي بتاعة الجيش بس انا فجئت وانا عندي 11 سنة فجئت جوى المعسكر ده السادزة بقى يخضوا يعني يعني حمد غيس كمال عيد كمال ياسين وفيه استاذ الف رحمة لي واحد من اهم اللي ترجمه كتب المسرح في مصر المفيد كتبه بتدرس عنه وبالذات في كتاب اللي هو اشهر المذاب المسرحية اللي هو دريني خشبة والاستاذ محمد توفيق نبيل الالفي جالنا في الاخر مجموعة اسادزة واحنا انا مش فاهم تلت تربع الكلام اللي بيقولوه بيقولوه كلام صعب عن المسرح لكن اتمرنا واحد وعشرين يوم على ايد اسادزة اللي هم بيدرسوا في المعهد العالي لمعسكر عيال في اعدادي يعني كانوا جابين يقولوا اعدادي تاني اعدادي تالت اعدادي في معسكر تاني للسنوي انا رجعت من اسكندرية بعد واحد وعشرين يوم دول قريت كل الكتب المترجمة عن المسرح والسلمة فانما دخلت المعهد ما كنتش في ذاكرة كنت بقى رجديد وده كان وطر العلاقة بيني وبين بعض الاسادزة اللي مش اسادزة لان في اسادزة هو اكتفى انه يبقى استاذ حفظ المقرر بيجي كل سنة ديريرين 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 يقولوا نفس الكلام المشاهد هي هي يخرجها بنفس الميزانسين يعني بقى موظف مش استاذ يعلم فن فانا بقيت مشكلة ليهم اني بسألهم على حاجة هما ما اروهاش لانه اللي هما بيدرسوه انا قريته اعدادي وسنوي وقريت اكتر منهم لان قريت عن السينما كمان دي كانت الهواية زمان